فيما كان الرئيس بشار الأسد يستقبل المسؤول الإيراني علي أكبر ولايتي كان أكبر معسكر للنظام في إدلب معسكر المصطومة يخرج عن سيطرته ممهدا لخروج كامل المحافظة من يد النظام فالدعم الذي يحتجه الأسد للصمود فيما تبقى له في شمال سوريا وربما في جنوبها يبدو أنه لم يعد أولوية بالنسبة لداعميه وهذا ما بدأ يظهر منذ سقوط مدينة إدلب شمالا في نيسان الماضي وقبلها بصر الشام في درعا جنوبا وما بعدهما ليصبح تواجد النظام في الشمال والجنوب أشبه بجزر وهذا ما يظهر على الخارطة حيث يؤشر اللون الأحمر إلى المناطق المتبقية بحوزة النظام شمالا وجنوبا والأخضر إلى المناطق الخارجة عن سيطرته أما أولوية النظام فتبقى للوسط الممتد من الساحل السورية مرورا بحمى وحمص ودمشق وصولا إلى القلمون وهذا ما يفسر ربما الأهمية الإضافية المعطاة لمعركة القلمون تأمين هذه المنطقة يدفع بالنظام وحلفائه إلى التركيز على جبهات معينة لحمايتها وأبرزها الحفاظ على قطع ممر المعارضة من درعا إلى دمشق إبعاد خطر تمدد المعارضة في محافظة حماة المتاخمة للجزء الأكبر من منطقة الساحل السورية حماية حمص نقطة الوصل بين العاصمة والساحل أما أمكانية استعادة النظام لمناطق خسيرها على باقي الجبهات فيبدو أنه سلم باستحالتها